مساء الخير ازايكو شباب عامليني يا رب تكونوا خير احنا هنطر نكمل بقى دروس الجواسكريبت بس اونلاين من البيت يعني مش هنقدر ان احنا نقدمها اكاديميك زي الاول بحيث ان بس الظروف العامة في العالم كله عايز اقولك ان احنا دروس الجواسكريبت ما كنتش ببقى انتريستد او ما كنتش ببقى مهتم ان هي تبقى اونلاين فكان الشرح بس بيبقى واضح او ظاهر للشباب اللي معايا في الكورس تمام انا من النهاردة هبتدي ان انا اكمل سلسلة الجواسكريبت على حسب الناس كلها يعني للناس كلها فهبتدي الشرح هيبقى بطريقة احسن شوية ما ترتب اكتر شوية وكمان هيكون اسرع يعني مش اسرع من ناحية ان انا هكروت المعلومة لا اسرع بحيث ان احنا من خليش وقت فيديو ساعة او ساعتين على معلومة كانت ممكن تاخد نص ساعة تمام النهاردة باذن الله هناخد السترينج ميسود تمام احنا خدنا منها جزئين او ما خدناش منها غير كذا ميسود يعني بس من النهاردة يعني بداية من الفيديو ده هبتدي ان انا راجع عليها كلها وناخدها ايه كلها تمام مش هادا فيه تطبيق عملي كبير قوي غير لما نخلص السلسلة كلها تمام اخر تطبيق عملي احنا عملناه كنا عاملين فورم فيه انبوت الانبوت دي فيه زرار وفيه براجراف وكان كل اللي بعمله ان الانبوت ده بيسجل الفاليو او القيمة بتاعته في متغير اسمه ماي انبوت واخد قيمة الزرار في ماي بوتون واخد الاي دي بتاع البراجراف في برينت اريا عشان اطبع فيها رسالة وهنا طابع ماي انبوت دوت لينز يعني العدد او الطول بتاع الكلمة اللي جوه الانبوت ومسجله في انبوت لينز وهنا هل ينتهي بزد زد ومسجله في انبوت اند وهنا هل يحتوي على اعلامة مثلا الاكبر منه والاصغر منه اه ولا لا وكنت عامل شرط لو هو اصغر اكبر اصغر من عشر عفوا يبقى كذا لو هو مش عارف ايه لو ينتهي فولس وفضلت ايه عملت المثال ده السترينج ميسود احنا هناخدها وانت ممكن تكون مش عارف تعمل بها ايه دلوقتي بس صدقني قدام شوية هتحتاجها جدا هتحتاجها جدا 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 عايز تعمل تريم عايز تعمل سبلت عند كلمة معينة عايز تكون قطع معينة في حبة حاجات كده هتحتاجها جامد او احنا نشرح من السفرة خالص هنحتاج بس فورم جواه امبوت تيكست الاي دي بتاعو يوزر بوتون اي دي بتاعو تشيكر وباراغراف الاي دي بتاعو برينت تمام يلا نبدأ السترينج يا شباب هو النص يعني ايه النص يعني انت لما تيجي كده نفتح مسلا السيرفر بتاعنا عشان نقدر ان احنا نفتح ايه الموقع بتاعنا تمام هو كده اشتغل نخش على الموقع بتاعنا او نخش على الصفحة بتاعيتنا اللي هي اسمها فلا قلت له كده طيب نجرب تاني او اشتغل معنا طيب اقول له هنا اتشيك امبوت وانا ممكن محتاجوش قوي يعني تيكست ايريا عادي وفيها زرار طيب لو انا جيت هنا قلت له في الكنسول بتاعي ليه بنستخدم الكنسول اصلا عشان اعرض لك فيه معلومة على طول بدل ما خش على الكود وبعد كده اكتبها بعد كده استنى ان هي تظهر بعد كده اعمل رفريش فالإمبوت لايف على طول معايا بيعرض على طول ايه معايا فاجي هنا هقول له hello world طيب فيه مسود اسمها type of دي بتعمل ايه كل بتعمل ان انت بتديها حاجة جواها وهي تقول لك ايه لو قلت له 1 2 3 قال لي دي نمبر مكتوب تحته قال لي دي نمبر طيب محمود او احمد قال لي string طالما string بان اقدر اتعامل بها بال string method او موضوع فانشن يعني الحاجة الخاصة بال method اقدر اتعامل او الحاجة العدة اللي خاصة بال string كده المقصة وهي الحاجة دي بتاعت string اعمل بها طيب طيب هي محمود 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 المحمود اللي جواه ال محمود دي تتعامل معاملة ايه ويتعامل معاملة ايه مش عارف والله انا هاجي هنا هقول له ايه اعمل لي انا كنت هطلع بها طيب بلت تمام بس سيبي اللت والكونست والكلام ده للاكمة script 6 ده الاصدار السادس يعني من ال standard اللي ماش عليه جواسكريبت وكلام كده لسه مش هنتكلم فيه دلوقتي يمكن في اول الكورس انا قلت ان هو مش مهم لكن هو مهم جدا بس لسه مش دلوقتي فهيجي هنا هقول له var input مثلا var اي اسم وقول له document dot get element اه get element by id هقول له ايه بقى فين ال input user us or تمام وقول له هاتلي ال input value مش هجيب لي حاجة طبعا اجاب لي ال input بس بس انا عايز ال input dot value عايز الكريمة يقول له جواه اسمها محمود تمام طيب هقول له type of input value dot value قال لي دي string طيب ايه رأيكم input value دي input value dot value اسجدها اصلا في var هقول value of input مثلا تمام عشان لما يجي استدعي value of input يجيب هالي كلمة محمود طيب ايه بقى موضوع string method انا كده باخد عدتي اللي هتعمل بها مع string فاول method عندي يا شباب هي core at تمام يعني ايه core at لو انا جيت هنا قلت له core at ما فيش حاجة ظاهرة وقال لي core at is not defined ايه كان اللي انت تكتبه ده كده طيب دي برضو مش شغالة ما هو core at دي تمام ما قص مثلا ان افترض او مش عدة string فين اللي string اللي انت هتطبق عليه يبقى لازم تكتب اسم اللي string اللي انت هتطبق عليه فانا بقول له value of input مثلا dot عايز اقول له core at core at core at ايه بقى هقول له مسلا core at صفر اللي ام core at واحد ايه core at اتنين طب سالب واحد اللي ما فيش واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة طب دي ايه اللي بتعمله يعني ايه اللي هي اصلا بتعمله تمام تمام لو انا جيت كده اقولت لك سفر واحد اتنين تلاتة يبقى تلاتة دي رق حرف الام تعالى نشوف كده تلاتة او حرف الام طب يعني وصيفة الكارات كده انت حاولت تنتجها تمام هي بتعمل او بتعمل او بتعمل string بتاعك على حسب عدد بيبتدي عد من السفر تمام و second character واحد يعني الحرف التاني بيكون واحد بعد كده اتنين بعد كده تلاتة تمام يعني كل اللي بتعمله ان انت بتديها عدد وهي بتديك الرقم يعني بتديها عفوا رقم وهي تديك الحرف بتاعها يعني تقول لها ده مثلا ايه ده موجود فين تمام ده موجود فين يعني مثلا واحد اول اول تاني حرف ايه طيب اول حرف ايه تالت حرف ايه تمام وبتبتدي ان انت هي تشتغل مع سفر واحد اتنين تلاتة اربعة وبتبتدي تشتغل بالطريقة ده طيب بيقول لك ان انت لو فاكر قوي يعني لو فاكر موضوع dot length لما تقول له dot length فبيجيب لك عدد الحروف طيب لو انا عايز اقول له انا عايز اخر هتلي اخر حرف فاقول له هنا value of input dot length فقال لي مفيش حاجة يا عم ليه بقى بص لو جيت قلت له قيمة محمود دي dot length يعني اللي هو ال input ده dot length يعني الطول بتاعها قال لي سبعة طب ليه سبعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة بيبتدي عد من واحد طب انا عايز على اطول اطلع في الكار ات اخر حرف فكل اللي هعمله هقول له الكار ات هحطه جواها value of input باللنس بتاعها تقول لي تمك كده اللنس بتاعه سبعة وهو اخر حرف ستة يبقى انا كده هيبقى زيادة دايما عن اخر حرف بواحد يبقى انا اقول له نقص واحد دايما هيجيب الاخر حرف دايما بص لو كتبت ايه احمد مش عارف ايه اخر حرف دي بلايش دايش همالقش باه محمود اخر حرف w اكتب تاني فهنا بقول له كيمة ال input عايز حرف من جواها هتديك رقمه تطلعهولي تمام فقال لي ماشي فقلت له انا عايز الرقم تمام اللي طالعلك من الكيمة بتاعة اللنس اللي هو الطول لان الطول بيديني طبعا عددهم الاخير فقال لي مش موجود عشان هو بيديني سبعة وانا اخر حاجة عن ستة هو بيبتدي بيعد من واحد وانا بيبتدي من سفر ده مش زنبي قلت له خلاص دايما الرقم اللي يطلع لك من اللنس نقص من واحد فلو اديك سبعة خليه ستة فيبدأ ايه كأنه بيعد من السفر زي الكارات تمام مش عارف هيا مفهومة ولا لا بس عايز اقول لك ان انت دلوقتي واحد بتمسك معاك ورقة واحد بيجي يقول لك ايه الديني المواطن اللي اتولد في الدولة دي رقم سفر فتقول له اه ده محمد طب يديني المواطن رقم واحد ده مش عارف ايه يقول لك الديني اخر مواطن فتقعد بقى ايه تجرب سفر طب واحد مش عارف ايه لحد ما توصل مثلا لرقم ستين فيديك المواطن ده اسمه فؤاد فتيجي مثلا واحد وستين ما تلاقيش حاجة فالحمد اللي هتقول له انا اخري ستين مواطن وبعد من السفر فهيتولد عشر اه حداشر فاذي هتجيب اخر واحد تقعد تعد تاني فييجي مثلا ايه الموظف جنبك كل بيعملوا انه بيجيب لك ايه جرد بعدادهم كلهم تمام فايقول لك هم سبعين هم تمانين بس انا مليش ده او مش هجيب لك اسام حد فيهم فانت تلاقيهم ايه تجي بتعد التمانين مفيش تمانين بس فيه تسعة وسبعين فتقول ايه الرقم اللي يدولك الموظف زميلك عشان تطلع منه اخر موظف تنقص منه واحد ده تسعين تخليه تسعة وتمانين اتباك مش عارف كذا كذا فدايما بتحط هنا بس هنا الكار إعداءرت تكون موظف زمت اللي يقديرها فيها حرف فلكن لينس تقولك ومكان الطول ده كله تكون ذكم无قاك لا يعلم الليها الكار إعداءتج من فساس الموظف زمتatan ثقليل ناقص 1 فكأن يعد من فساس تمام يارب تكون اتفاهمت ولو ما تفاهمتش يعني نبوصتها مع بعض تاني في حاجات انا هعمل لها سكيب يعني في حاجات مش هشرحها زي كار كود اد تمام طيب دي ايه وظيفتها كار كود اد دي اصلا مسود بتتعامل مع اليوني كود وحبت حاجات كده انا مش بقول مش هشرحها بس دي في حاجات الادفانسد شوية طيب ناخد حاجة تاني لو انا جيت قلت له value of input ال value بتاعت ال input دي عايز اطبعها بره هنا طيب انا كنت عامل باراغراف عشان اطبع فيه الكلام اسمه برينت فهقول له برينت اريا مسية الفور عدا يفكرني بتساوي document dot get element by id هتلي element بال id بتاعه اللي اسمه برينت طيب اله هنا بقى عايز اقول له جوه البرينت اريا تمام جوه البرينت اريا انا عايزك تحطلي inner html هتحطي جوه هنا هحط h1 h1 تمام افصل زائد زائد وحط هنا ايه الفاليو اف امبوت هتحطت محمود الموضوع بقى بيبقى غريب قوي لما يكون عندك قيمة كبيرة يعني ايه يعني انا h1 h1 value لكن انا مسلا عايز اجمع بن dollar بن dollar sign تمام يعني علامة الدولار وبين string معين عايز مسلا كلمة user تبقى قبل محمود دايما فليه زائد تاني وكلمة user والكود هي بشكل وحش اقول ربانك بص user ويها بقى لو في كود html مسلا عايز اكتبه هنا عشان تبقى زبان وهنا مسلا تبقى زبان كده او اي يعني كود html زي ما انت بحبه عايز اقول له مسلا style color بص اصلا فيه مشكلة هتواجهنا عشان موضوع ال string ده color red تمام بص الكود ما بقاش مفهوم وانت هتتدايق وانا متدايق وكلنا متدايقين طيب عايز مسلا اي رقم يتحط هنا تحط عليه جنبي علامة دولار عشان يقبقى مثلا انت اشتريب بعشرين دولار انت اشتريب بعشرين دولار فالموضوع مش منظم فقال لك فيه حل جميل اوي ايه الحل قال لك مسلا for هتحط كلمة ثابتة زي كلمة user دي هسميها static user هسجلها في متغير اللي هو تمام وحط هنا كده ايه اسبان اللي هو الكلمة دي عشان مناختصر وقت كده طيب ايه يعني ما ترجح تستدعيها بزائد زائد وبرده نفس الموضوع لا الموضوع هنا مختلف static user دي بقى فيها كلمة user بالله احمر على طول وعندي ال my input of دي فيها الاسم user طيب ايه اللي ناوي تعمله كل اللي عامله هقول له for اعمل hello user طيب دي هتسجل فيها ايه كل اللي هتسجله فيها my value of input ال value اللي هي اللي موجودة دي بس خلينا نتسجلها مثلا احمد عايز احط بقى كلمة تمام؟ عايز احط كلمة تعال انه افضي عايز احط كلمة بقى وعايز ازوده الكلام ده او معيل له ايه بقى .concat اختصر لقيه concatenation تمام؟ اختصر للconcatenation او concatenating تمام؟ ازاي ما انت بتنطقها يعني مهم ان عارف ان ال shortcut بتاعتها concat طيب دي تهمل ايه؟ لو انا قلت له هنا عايز اجمع عليها static user بقت فيه low user واجي هنا اقول له printarea dot inner HTML تساوي كلها تساوي static user تمام؟ بص كده user ايدا get user او انا قلت له static user طيب احنا مفروض كده صح؟ لا احنا مش صح value of input او انا ايسف انا حطيت static user كان المفروض احط hello user انا بعتذر اهي hello user فقال لي ايه محمود user كل بتعمله concat يعني كلمة concat كل بتعمله ان هي بتجمع اللي string التاني على string الاولاني يعني انا قلت لها كلمة string user static user عفوا وال value of input دي هتجمع عليها تمام؟ static user دي اللي فيها كلمة ايه اسبان hello اسبان وفيها user وفي لونها احمر طيب value of input دي كلمة اللي جوه فالكون كات هي بتجمعه وبخزنها في variable فبالتالي لما اجي اطبعها كده على طول بص user محمود الدنيا سهلة طيب عايز اجمع بقى ما انا لازم هاتطر اعمل زائد واتطر اشتغل بالطريقة دي تاني؟ لا انت مش هتعمل زائد ولا هتعمل بالطريقة دي تاني عايز تجمع تاني string عليه مثلا تقوم حاطة هنا كومة تمام؟ وتحط ال variable مش عايز تحط variable تعمل ايه؟ ده بالقطاع عادي وقول ايه؟ welcome in your home تمام؟ اهو كل ما احب اجمع string كل ما احب اجمع string تمام؟ اقوم شغال كده احط كونكات 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 وحط عدل strings عافوا اللي انا عايزها strings تمام؟ بس دي هي اللي يعتبر كونكات يعني نكمل كنا خدنا احنا ال ends with تمام؟ نكون لدي كده ف ends with هية كل الحكاية تعالا م نيجي كده نفتكرة سوا لما يجي هنا هقول له مثلا ايه؟ 一string اللي هو الفاليو انبوت دوت دوت اند سويس ينتهي بي اقول له هل ينتهي بدي فقالي ترو هل ينتهي بي قالي فولس طب ينتهي بيدي هو فعلا ينتهي بيدي تمام قالي فولس ليه هو ينتهي بدي طب ينتهي بيدي تمام لا طب ينتهي بايه لا ينتهي بدي هو ينتهي بايه بدي او ده المخزنة فيه محمود عفوا نرجع كده تاني هاقول له فاليو اف امبو التاني قالي احمد فاقول له ان سويس هل احمد ينتهي بدي قالي الرابع عشان محطتش دابي الكوتيل ترو طب ينتهي بي قالي فولس ينتهي بم لا هو ينتهي بيدي او ينتهي بيدي اهو تمام ترو طيب ايه لا ينتهي بي ام دي او فدايما حط في بالك ان انت بتحتاج اوي الردود بتاعت المثل دي بتحتاج تعرف هل تقولك ترو ولا فولس عشان تعتمد عليه زي ما انا كنت عامل في المثل في الاكزامبل بتاعنا بقوله هنا هل تنتهي بزد زد فلو ترو لو هنا تنتهي ترو اهو كان تسمعها ايه امبوت اند لو هي تسوي فولس فلا اتطلع له ارر لزان عشرة تمام اه لزان عشرة عشر لترز لترز ودونت اند والززز تمام تمام فااااااااااااااااااااااااااااااااااااا احنا شروحناها قبل كده نكمل عشان ما انضيعاش وقت طيب عندنا ايه? عندنا includes و includes برضو احنا شرحناها قبل كده تمام اللي هو بايجي اقول له هنا هي بايجي هنا كده اقول له value of input dot include s فيها s احمد فيها s لا فيها a فيها d true فيها e فيها m e d اه طب فيها a cd اي حاجة لا فهي بتقول لك هل يعني بيتضمن الحاجة دي ولا لا تمام فهي بيشوف لك يعني هي بتحتوى على حرف او سلسلة حروف معينة ولا لا تمام عندنا بقى حاجة من الحاجات الجميلة قوي لما اجي هنا اقول له يعني car code at car at اصلي بتاديها رقم الاندكس وتقول لك اذا كان يعني ده ايه ده بي ده سي ده كزا عندك بقى ايه index of index of الكمة بتاعتها بص لو جيت هنا قلت له واحد اتنين تلاتة ما فيش الكلام ده طب بتديني دايما سالب واحد اذا سالب واحد هي تمثل false تمام او كيمة اللي هي لأ على معطاردة طيب اقول لها m هيخي رقم اتنين يعني ايه رقم اتنين طب s a a h m e d لاحظ حاجة ايه رقم كام صفر يبقى بتاديك برضو بتعد من الايه من الصفر تمام وبتاخد الاول كانت الكر اد بتاخد numeric value او بتاخد رقم تديك الحرف لأ هنا تاخد الحرف تديك الايه الرقم تمام فانا عايز مسلا انا فعايز اجيب اخر حر فاقل له انا عايز الـ Value of Input عايز تجيب منها ايه الـ Value of Input فعايز اقول له مثلا هاتلي الـ Core at Value of Input.Lens نقص واحد فجاب لي حرف الـ D اللي هو الاخير ودي حرف كنا بنعمالها طيب اولا لو قلت له Value of Input مثلا انا اجرب معاكم كده Index of تمام واقول له D فقال لي رقم اربعة تمام لي رقم اربعة لان هو بيعد من الصفر فلو جيت هنا حسبتها برضو في Value of Input وقلت له وقلت له .Lens هيقول لك خمسة ليه؟ عشان زي ما قلت Index of بيعد من الصفر Lens بيعد من الواحد طيب نقص واحد الربعة تمام عشان كده لما جيت قلت لك انا بحط سليب واحد فدوت عشان بيعد زي اللي فوقي بالظبط تمام طيب فال Index of بتديه رقم احرف ولو موجود بتديك الـ Position بتاعه لو مش موجود بتديك سليب واحد طيب انت عايز كده معناها عايز تشيك مسلا على العلامة دي عفوا وعايز اتأكد يا موجودة فهيجي اقول له ايه لو ايه اخزينا بقى هسميه مثلا وقول له اكبر من او يساوي الواحد هل اكبر من او يساوي كده؟ تمام؟ هل اكبر من او يساوي كده؟ ماشي عارف نجرب مع بعض ونشوف الايه النتيجة ويا ريت يعني بيطلع علينا اخطاء مع بعض اكبر من او يساوي الواحد السفر ماشي ليه؟ هيا لو اكبر من هيا معلش لو اكبر من من سفر لو اكبر من سليب واحد او يساوي السفر فمعنى كده انها موجودة لان هو لو مش موجودة هيديني سليب واحد فساعتها لانت بقى اقول لي ايه؟ there error مثلا مثلا احسابيني المثال less than mark فيه علامة less than اصغر منه ما ينفعش تحطها مثلا في description طيب المثال العملي ان انا ممكن اطبقه المثال العملي ان انا ممكن اطبقه ان انا بتشيك على حاجة معينة لهم موجودة يزهر لي مثلا ايه؟ علامة x علامة غلط ونستغل معها ايه؟ event on key down وهو بيكتب تمام؟ احنا لسه ماخدناش add event listener وفيه حاجات يعني لسه ماخدناش بس ممكن تستغل المثال ده تمام؟ وهستناه منكو بعد ايه؟ الدرس ده ان انت وهو ايه؟ كتب او مثلا بعده خلاص ما يكتب فيي تشيك لو لقى العلامة الجميلة دي تمام؟ لو لقى العلامة اللي انا هزي تشيك عليها في ال index of اللي هي علامة مثلا الا اكبر من فساعتها يقولك بقى ايه؟ خلاص كده انت انت فيه رلط عندك في العلامة دي موجودة نبص كده alert correct way ليه؟ عشان انا ما كتبتش العلامة لكن لو كتبتها هيجيب لي وكذا انا بقولك مثال لكن index of ممكن تستغلها في تمام؟ لحد هنا تمام؟ طيب فيه هنا بقى حاجة جميلة او هتعجبك هنا index of .index of فيه العلامة دي؟ لا طب فيه دي اللي رقم اربعة اللي هي احمد هو ما تسجل احمد دلوقتي رقم اربعة طيب حاجة هنا فيه حاجة بقى اسمها lost index of طيب lost index of دي بتديها ايه؟ دي بتدي كبرت اربعة طيب ايه الفرق يعني انا مش شايف ان فيه اي value خلص تمام؟ طيب او او فيه فرق مثلا او جيت قلت له ايه؟ قالي سفر اتش واحد ام اتنين ايه دي اربعة طيب ايه ايه البوينت هنا او ايه مشكلة هنا؟ طيب المشكلة هنا ان فيه فرق في الاتنين شاسع او ايه الفرق؟ انت هطلق بطني دي؟ هقولك بص لست بتعدى برضو مفيش مشكلة بس لو جيت كده تمام؟ الاتنين هيدوك اربعة طيب لو كتبت احمد محمد علي ليه؟ احمد محمد علي هقولك دلوقتي وهيجي هنا احط تاني بتاع او نسميها مسلا نرجع نسميها حاجة تاني عشان هتبتدي ان هيطلق بطمة هسميها مسلا دي بقى فيها احمد محمد علي وهيجي هنا هقوله اديني احمد او ما انا اسف انبوت تست انبوت تست انبوت تست لست اندكس اوف اندكس اوف ما الاتنين يعم بيدوني اربعة في حاجة بقى اندكس اوف اللي انا ملتلقش ليها ان هي لها كيمة تانية طب انت ليه بقى رجعت قلت وهنا مش عايزه لغبطك الكيمة التانية دي هيستارت يعني ايه استارت يعني احمد محمد علي اديه هنا رقم اربعة طب ما فيه دي بتاع محمد طب عايز اقوله انا عايز اعد تمانية ايه تعد تمانية دي وايه رقم اتناشر ده صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية من اول هنا ابتدي عد يعني من اول هنا ابتدي عد كأن الكلمة بدقة من هنا هيبتدي يعد من اين من هنا عفوا هيبتدي يعد ايه من هنا فهو مفيش خلاص يعني اللي انت عايزت ده اللي دي الاولانية ده رقم اربعة عدت وده رقم تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تعالى كده اهو هنا بيقول لنا رقم كام اتناشر كيبه هو صح تبدي له بتبتدي يعد من اين الواحد بعد الايه يعني يعني يبتدي يعد من هنا طب ما لسه دي دي قدامه اتنين هيعد برضو يديك رقم اربعة عشان لسه قدامه تلاتة اربعة لحد ما تكسر حاجز الاربعة يبتدي يشوف دي تانية خلاص قسرت حاجز الاربعة طب ماشي برضو انا مش فاهم ايه الفرق اللي بينها وبين ما هقول لك حاجة بقى انت في الاندكس اوف لو كسرت حاجز الخمسة الاربعة هيديك اتناشر لكن بص هنا ادي ليه ان اتدك اتناشر تمام يعني ليه لست اتناشر ليه مثلا اه ما اتدكش الاربعة مش كان الاول طالما ادي قدامه تمام بيديك طالما ادي قدامه كان بيديك اربعة ليه لما لقى دي تانية اديك اتناشر ليه بقى النقطة دي هنا بقى الفرق بين الاندكس اوف ليه بقى لان فيه طريقتين تفهم بيهم لما هنا قلت له دي هو جاب لي اخر دي انا قابلتها او لو انا عندي كلمتين علي وكتبت هنا علي هيجيب لي اخر علي هو قابلها بص اول دي تاني دي وما فيش دي تاني دي اخر دي قابلها ولو كتبت دي اخيرة هيجيب لي مكانها تمام؟ دي اخر حاجة بيقابلها اخر اخر شيء بيقابله تمام؟ زي ما بيقولوا في البرمجة يعني دي اخر حاجة بيكروش بيها او بيصطدم بيها يعني ايه دي بيقولك دي اخر بيخش يعني ايه بيقابلها مفيش خالص وفيه طريقة تاني ان هو بيقولك بيعد من الاخر يعني يمسكه من هنا كده يبتدي يقولك ايه انا بعد من الاخر هنا فاول دي قابلتني دي يعني مش هيعد بقى من اول هنا زي اندكس اوف لا من هنا طيب لو جيت قلت له بقى هنا عد من اول واحد قال لي ما فيش اصلا اثنين عد من اول اثنين ثلاثة عد من اول خمسة قال لي اربعة ليه بقى قالك اربعة الاول كان بيمشي واحد اثنين ثلاثة اربعة وكسرت الحاجز خمسة فخلاص كأن الكلمة دي مش موجودة ويبتدي يعد من هنا الاخر بقى فيقولك انا قابلت دي دي وقابلت دي بعدها وكده طيب ليه انا اول ما كسرت حاجز الخمسة جاب لي دي فيه طريقتين برضو ان انت اول ما بتديله رقم بيمشي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ويمسك الحتة دي كلها يدور فيها تمام يمسك الحتة دي كده كلها يدور فيها وطالما فيه الطريقة التانية بقى ان هو بيعد من الاخر مش هو بيعد من الاخر فدي اول واحدة قابلها لا بيعد من الاخر او بيشتغل من الناحية التانية العكس من الاخر يعني فصفر واحد صفر واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة يبتدي يعد من هنا بقى من اليمين للشمال يعدي ايه من الشمال لليمين. فاللقص تمام هي عكس اضاف عقس الانديكس اف خطز. الانديكس اف بتبتدي ان هي ايه تقول لها مسلا يعدي من اول خمسة وانسى اللي قبل الخمسة. هنا الخمسة ايه. انسي لقبل الخمسة ده كله وعدي بعد كده. لأ 친구�rick ايه بتديها خمسة فتقول لها كان انسى لبعض الخمسة وعد في اللي قبلك كده. ايه في الاخر في الماضي. تمام? طب دي انا ممكن استغلل وقلنا ايه يعني ممكن اتدور عليها في ايه? والله بص انت ممكن تعمل زيادة او في حاجة انت مش عارف تستخدمها بيها في نقطة معينة عايز تجبها. تمام? يعني انا فاكر في حتة معينة كنت عايز اعملها واضطريت فيها ان انا استخدم تمام? فالصدقني هتحتاجها جدا جدا جدا. مسود اللينس احنا عارفينها. اللينس دي بتديك عدد اه الحاجة سبعتاشر. وفي حاجة اسمها اللوكل كامبير. اللوكل كامبير مش مش عايز بصراحة اتكلم عنها او مش عايز اشرحها. لان هي كل بتعمله ان هي بتجمع يعني بين اتنين في حتة معينة في المتصفح وفيها حابة حاجات كده فيها شغل يعني شوية. تمام? المسود اللي اسمها لوكل كامبير. طيب انا برضو في حاجات زي ما قلت فيها حاجات زي ما قلت هعمل لها سكيب وارجع اشرحها ايه في بليلست صغيرة كده. طب ليه تعمل اول? عشان ما صعبش عليك الدنيا. تمام? بس يعني ممكن ممكن ناخدها برضو. بص دي. كامبير كل اللي بتعمله ان هي بتقارن بين نصين. تمام? بتقارن بين نصين. وبتديد كونك سالب واحد لو مش متشابهين. وصفر لو تطابقوا تماما. تمام? واحد لو كانت نفس الكلمة لكن ترتيب الاحرف يعني مضغير خاص. طيب سباك من موضوع البراوزر اللي انا قلته والكلام ده وكده. بس ايه يعني عايز اقول لك ان هي مستخدمتهاش قوي يعني او مش مش يعني حسنش ان عايز استخدمها قوي قبل كده. بس برضو لازم ان انت تعرفها. لاجي هنا مسلا اقول له ايه? بيساوي مسلا سيدي. وفار سترينج تو بيساوي اي بي. فار سترينج ثري بيساوي دي سي. طيب فار سترينج فور بيساوي اي بي. طيب عايز اقول له ان سترينج وان. مالهر. لوكال كومبير. سترينج تو. قال لي واحد. ليه ليه واحد. ليه اصلا واحد. ما سي دي و اي بي مش متشابهين خالص يعني ليه بديتني اصلا واحد. ما انت قلت ان هي بتدي كلمة سلب واحد لو مش متشابهين. وصفر لو تطبكوا تماما واحد لو كانت نفس الكلمة لكن ترتيب الاحرف متغير. صح? طمام. لو جينا هنا بصينا للسي دي والاي بي. فهتلاقي ان احنا كاتبين حاجة الولاد. فانا عايز اقول له سترينج تو. ليه ال اي بي. هل فيه تشابه بينها وبين سترينج وون? اللي للاسف سالب واحد. لا يعني سالب واحد. ما فيش يعني. طيب. لو جيهت تترينج اه tranG tudo. اللي هي اي بي؟ هي سترينج فور؟ فاللي او صفر دول متطبكين في الاسف سالب واحد لما ما يتشبهوش وصفر يتطبقوا واحد لو نفس الكلمة لكن ترتيب الاحرف ايه مختلف او مش ترتيب الاحرف مختلف يعني ايه بيقولك مثلا لو اديك سليب واحد يعني وجيت قلتله مثلا سترينج ثلاثة وسترينج اتنين فأي بي دي سي تمام فبيقولك معنى كده ان الأي بي سورتد بفور سترينج سري يعني ايه سورتد بفور سترينج سري يعني ايه اصلا سورتد بفور سترينج سري يعني اترتبت او يعني مختلف عن الترتيب بس دي ten سي. تمام? لو جيت طيب قلت له وسترينج تو. ليه واحد رغم انهم مش مختلفين. تمام? بيقول لك يعني دي معناها يعني دي فيما معناها ان هنا العكس يعني انت هو مدك واحد يبقى قصده من اترتب بعد سترينج تو. تمام? هو يعني معنا كده الدنيا بس مش معقدة ولا حاجة بس انا مش عايزك تخش في موضوع دلوقتي والحاجات في معلومات كده بتبقى ايه بسيطة بس مش هتوصل لك دلوقتي قدام شوية او غير مسلا ايه ما تكون محتاجينها قوي اه وبصراحة يعني متعملتش بيها كتير قوي لير في بعض الحاجات يعني. طيب. لو جينا بقى نخش في نسيبنا من الوقات الكمبير دلوقتي واللغباطة بتاعتها. نخش شوف ايه. فحاجة كويسة وحاجة بقى من الحاجات المهمة جدا. نلاقي مسلا. الماتش. ايه الماتش? لو جيت قلت له هل سترينج وان دوت ماتش? تمام? سترينج تو. فقال لي ايه اللي انت بتقوله ده او ايه اللي انت بتقوله لانا مش فهم حاجة اصلا. تمام? ايه الماتش دي اصلا? لو حد خباله ان الماتش مسلا هيقول لي اه دي معناها تطابك وكده. لا هي كل بتعمله ان هي بتسرش على سترينج معين. تمام? برجلر اكسيبريشن. احنا ما لاخدناش لسه بس هناخد بسيط يعني تعامل بسيط لها. ببساطة كده احنا لسه مش رحناش بس اقول لك ان هي بحط شروط للبحث عن سترينج معين. بحط شروط عشان يعني ايه اسرش عن حاجة معينة. سرش باترين. كأنك واحد رايح تدور على حاجة وقول لك مثلا انت بتدور على الفلوس في الشارع بص تحت العربيات. وبعد كده بص جنبه مش عارف ايه ايه. بدور بطريقة معينة. واللي بتقبلها هي الماتش. فلو جيت مسلا قلت له دور لي في سترينج وان او خليها مسلا في ال امبوت فاليو. امبوت تستر. دور لي على ايه بي. نل. طب دور لي على ام. محمد مسلا. وطلحالي في ايه? طلحالي في اري. طيب. انا عايز بقى اخد المسال على موضوع ده. اه مجرد بس ان اه هديك مثال وهتقول لك ايه? يعني بعدين موضوع سلاش انت سا مخدش الري ولا لسه خدت سلاش محمد سلاش محمد هو طلحالي. معنى هو طلحالي في مصفوفة او طلحالي في اري ان هي موجودة. طيب لا قلت له او حمد بس كده. قال لي ماشي. طيب او حمد كده او عايز ادور على حرف موجود. طيب حرف م موجود. 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 مش موجود. طيب انا عايز اقول له يدور على ولو لقا عادي ولو لقا كابتال برضو يجيبهولي. طيب ممكن اقول له ايه? انا عايز حرف ايه? قال لي ايه اقول له مثلا اي. جاب لي الاتنين دي. الدي الاولانية والدي التانية. الدي معناها جلوبال. يعني ما تجيب ليش كيمة واحدة بس. تمام دور لي في النص كله. تمام? والاي اللي هي الكيس ان سنسيتف. تجاوز ازا كانت كابتال ولا سمول. المهم تجيبها لي. رجمناها كتابها لي وانا هي كابتال. تمام ببدأ رجل ركس بريشن بالسلاش وبنهيها وبنهيها بالسلاش وبحط الشروب بتاعتي. ودي مش رجل ركس بريشن ولا الاساسيات بتاعتها. ولا لسه تشرحت ولا لسه جينا جنبها. انا بقولك ان الماتش بتاخد رجل ركس بريشن. والريجل ركس بريشن عبارة عن طريقة بسرش بيها او بتر المعين بمش عليه عشان بسرش عليه. ويطلعها لي في هيئة الريئة وهيئة مصفوفة. تمام? ممكن مجموعة من الكلمات انا حاجزها مثلا. وبالريجل ركس بريشن ابتدي ان انا هتعامل. بس لسه ايه يعني مش هنخش فيها دلوقتي. الماتش دي دينا محوار طويل معاها يعني. دينا مش هنخش في حاجة برضو عشان ابخدنا معظم الحاجات النهاردة. حاجة اسمها ريبيت. لو قلت له سترينج وان بيقول لك ايه? السترينج وان بيقول لك سيدي. طيب سترينج وان دوت ريبيت. كل اللي بيعمل ريبيت ايه? واحد. طيب ما هو سيدي واحدة. احيز اقررها اتنين سيدي سيدي تلاتة سيدي 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 سيدي. اربعة سيدي سيدي. خمسة. طيب انت ممكن ممكن سانية راحت فين. تقول لي انا هستفاد ايه من الريبيت دي. يعني انا هخش خلاص يعني انا الدنيا دائد بي ان انا هخش افضل اقرر السترينج 200 تلتميت برا. فده والله الريبيت ليها استخدامات وليها طرق وفيها حبة حاجات كده جميلة جدا. ممكن تخش تعرفها من الMDN developer واوعدك يعني ان احنا بازن الله بعد ما نخلص مش في بلاي لست جديدة ولا حاجة. هنعمل على كل اللي خدناها يعني. احنا كل اللي خدنا ايه مراجعة سريعة كده. تمام خدنا الكار ات. تمام. ودي باديها رقم تديني حرف. خدنا الكونكات بتجمع بين اتنين سترينج. اند سوز. هل ينتهيب كزا. انكلود. هل يحتوي على كزا. تمام. اندكس اوف. ببتدي ان انا اديها كلمة جملة او حرف. ولو موجود تديني الرقم بتاعه. ولو مش موجود تديني سليم واحد. لاصل اندكس اوف بتعد نفس الحوار بس من اخر. اللينز. تمام. استاسني اللوكال كومبير. انا مش هشرحها دلوقتي. الماتش. انا بس بدور على كلمة معينة بسيرش باترين معين. اسمه الرجل. وده لسه مش رحناهوش. والريبيت انه بكرر الكلمة ابتر من مرة. هنختم بحاجة اخيرة اسمها. تمام. او ريبليس. تمام. لو موجود. بتحط انت سترينج جديد بداله. وتبتلي ان انت تشتغل به. يعني ايه الكلام ده. يعني مسلا انا عايز اقول له. احمد محمد علي. تمام. طيب. عايز اقول له. انا عايز اتغير. علي دي. احمد دي كلها كده. بمحمود. بص. خلاها محمود محمد علي. طيب. في ميزة بقى جميلة او. ان انا كمان هنا. اقدر استخدم. يعني لو قلت له. احمد كده. او محمود كده مسلا. عايز اغير محمود. باحمد تاني. احمد. هيقول لي غلط لان محمود دي مش هيلاقيها. ليه عشان اول حرف سمول. طب عايز اصرش بالرجل. اقول له. لو عايز ابدل كل المحمود. المحمود اللي موجودة في الكلمة اقول له جلوبال. عايزوا يستثني. تمام? بالطريقة دي كده. تمام? دي في غلط مني فيها. ان انا ما قفلتش احمد. فبدلها لي فعلا من محمود لحمود. تمام? فميزيتها ان هي بتقبل الرجل. وبتدور على كلمة معينة لو لقيتها. تمام? بتبتلي. فانا ممكن اقول له ايه بقى يعني على سبيل جمالي الرجل. عايز اقول له لو لقيت محمود. اه هاوس مسلا. بتاع يعني بضور على اكتر من حاجة والطريقة معينة. وصدقوني لما نخش في الرجل. هتحبوها جدا جدا. فانا ممكن استخدم الماتش. والريبلي سأقول له مثلا لو انت لقيتها. تمام? وهي مثلا موجودة. كلمة معينة انا مش عايزة تبقى موجودة مثلا في الشات او مش عايزة تكون موجودة في الكومنت او في الامبوت او في اليوزر نيم. ده كلمة ما ينفعش تبقى عيب مثلا. يوم ما بدلها بنجوم. اه مثلا فيه ناس بتبدل لك كلمة شيل بنجوم. اه فيه ناس تبدل لك كلمة سكريبت عشان تعمل فلتر معين بنجوم وهكذا. طيب. هتقول لي يا عم تب انت تضحكت عليها ماماتش دي بترجع بقرية وانا مش عارف ايه القرية دي وانت لسه مشرحتهاش. واا اوعيكوا ان احنا نخش فيها. تمام? طيب قبل ما نخش فيها هقول لك على ميسوت تصرش على الحاجة وتدور على الحاجة. وبعد ما ترجحها تلقي ترجحها. يعني بعد ما تلاقيها ترجحها لك وما ترجحها لكش في قرية. إيه الميسوت دي؟ لو جيت قلت له تست هنا دوت دوت ايه بقى? دوت سيرش. قال لي دي رقم اتنين. ايه دي رقم تسعة. محمود مش موجودة. طيب احمد دي صفر. اعتبر لي احمد كلها صفر. ايه صفر. تمام? اتش واحد. تمام? فعايز اقول لك ان سيرش يعني بذلة سيرش بترجع لك قيمة محددة او انت كده ايه اللي بتحددها. تمام? وبعد كده يعني ايه بترجع لك بتاعها اللي تطوبك معها. تمام? بيقول لك انت هتقول لك ايه الفرق بقى بينها بالانديكس اوف. هقول لك من ضمن الحاجات الكويسة جدا فيها ان هي تقدر تحط string او regular expression. لو سالب واحد لو رجعت سالب واحد فها ساعتها ايه مش هتبقى موجودة. لكن لو ما رجعتش سالب واحد يبقى حرف موجود. عايز اصرش على كلمة احمد. كده. فقال لي سالب واحد مش موجودة. طيب يا عم شكرا انا هدور بال regular expression. وقال له استثنيلي كيه sensitive. موجودة. قال لي اه دي رقم صفر الجملة رقم صفر. تمام? هتقول لي واحد طيب نجرب index of كده. هلا هتاخد regular expression. فيش الكلام ده. تمام? فصيرش من دين الحاجات الجميلة قوي يعني. بازن الله هناخد لكتش رجعه حاجات من اهم الحاجات بقى slice والsplit والstart with والsub string والsub string وحبت ايه methods وكويسة كان. المثال دي انا محتاج منك task بسيط كده هتبتدي تعمله ايه هو task? input زي ده. تمام? ويتشك ان اخر حرف هكتبه هو add. تمام? وانا ما عدش اكتر ما كتبش اكتر من اتناشر حرف. واحد اتنين يعني كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدوشة اتناشر. ما كتبش ايه اكتر من اتناشر حرف. طيب. هقول لك hint صغير. انا مش هكتب اكتر من تلاتةاشر. لان الاد دي هتتحسب حرف ساعتها انت هتقل. فساعتها ايه? كله total كده على بعضه هيبقى اتناشر. تمام? في ايه تاني? عايز ان انا لما اسجل واخر حرفي بقى add. يتبع لي الكلمة اللي انا عايزها هنا. ويتبع لها كلمة مثلا ايه? we sent verification mail to. ويكتب لي ايه اللي انا كتبته هنا. يعني الكلمة في بيما معناها يعني ان احنا بعضنا اميلي التأكيد للا اميلي اللي انت كتبته هنا. ويتشك لو انا كتبت علامة اكبر او اصغر من. يقوم ايه? هعمل لي علامة غلط. يعني مثلا يستبدلهم لي بنجمتين كده. يستبدلهم لي بنجمتين. وبعد كده يطبع هنا ان انت طبعة كلمة كذا كذا واحنا بديلهم لك ايه بنجمتين عشان درط. تمام? تعملها بقى لما يتشك انبوت. تعملها لما يدوس انتر. تعملها لما يعمل اي حاجة مفيش مشكلة. هتديك هنت تاني. البوتون ما تحطوش جوه الفورب. عشان ساعتها هيعتبره submit. ويبعت الداتا للجيت او البوست. فدي حاجة ادفانست شوية. ديسا منا خلناش فيها. حط البوتون بره الفورب. وعايز اقولك ان انت تعملها function على مرة واحدة بالطريقة دي. هتشتغل variables. وهتشتغل باللي احنا تعليمناها كله. عندك 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 كل حاجة عندك بتنساش include. عايز اقولك ان انت عندك ايه? حاجات كتيرة جدا كويسة تشتغل بها. وتعتمد ازا كانت true ازا كانت false. ودي كده من اللي خدناها ما بسارش على الاكبر من والاصجر من وهل تنتهي بكسة. وهنا طبيعي له color red. وبتدي بقى ان انت تعمل من غير الزائد. تعمل بالكونكات. استشتغل بالور. والحاجات دي وكده. آآ آآ آسف لو كان الشرح ناقص حاجة. لو حد عنده اي نصيحة ان احنا نحسن بها الشرح. انسى local compare خالص. انساها. انساها تماما. انا آسف ان انا شرحتها. وآآ آآ لو في اي حاجة او كده احنا بنحسن الكورسات مع بعض وبنخلم موضوع احسن. ونخش فيه اكتر. تمام? آآ اشوفكم بازن الله اللاكتشر الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.